شابتر فور بقى ناخده على طول بالمرة الشابتر فور بيتكلم على ايه على المانيبيوليشن يعني الكمباوندنج ازاي اعمل الكمباوندنج عندي فورميلا معينة ازاي حبرها واجيب كل الحاجات التحضير بتاعتي بالوضع الصحيح تعالوا نشوفوا بيتكلم ازاي عندي فورميلا معينة زي ما هو احنا شايفين اهو رقم واحد فور دي فورميلا الو بيرينول متين ميلي جريم والسيروب وان ميل مش هيهمني انا اللي هيهمني المادة اللي هو عايزها اللي هي القلو كيرينول المادة الفعالة يبقى انا في الفورميلا ببص على ايه على المادة الفعالة وكمية المية اللي انا ضفتها وعايز احضر قد ايه هما دول التلات حاجات اللي هيهموني اه او اللي انا انايا لازم تلقطهم يبقى هنا المادة الفعالة هي القلو كيرينول متين ميلي جريم هعمل لها كيرولفاي دوتر لحد عشرة ميلي يبقى كل عشرة مل فيهم متين مل جرام يبقى رقم واحدة هنا اخد صفحة جديدة رقم واحد كل متين مل جرام من الالوكيرينول موجودين في عشرة مل صح كده ولكن انا عايز بتاعي متين مل عايز احضر متين مل يبقى الكمية اللي احنا قلناها عايز احضر قد ايه متين مل يبقى انا عايز احضر متين مل هيبقى فيهم كام من المادة الفعالة يبقى المادة الفعالة متين في متين على عشرة. الاتنين واثنين ماربعة يعني اربعة تلاف ميلي جرام من طيب طب هو بيقولي بقى طب انا هتصرف عشرة ميلي بير دي مش تفري معي الا لو قال لي حاجة ليها علاقة بالدوز. اه موجود ده مش عندي اصلا ولكن انا عندي تابلت كل تابلت تحتوي على ميلي جرام فهو محتاج عدد التابلت طب انا كل تابلت فيها مية وانا محتاج اربع تلاف لو اسمت الاربع تلاف دول عالمية هتديني تابلت اربعين تابلت يبقى دي سهلة جدا او من الاجزاء السهلة اللذيذة يعني يبقى رقم اتنين عندي ستين من الاتروبين موجودين فين موجودين في خمسة ميلي موجودين في خمسة ميلي صح? انا عندي امبول الانبول الوحدة بيبقى فيها ميلي جرام لكل ميل. تمام? انا انا محتاجة خمسين ميل. يبقى الخمسين ميل دول هيبقى فيهم كام مايكرو جرام اكس مايكرو جرام هتساوي خمسين على خمسة يعني عشرة في ستين بستمائة مايكرو جرام اخد بالي واخد بالي من اليونتس لازم اليونتس كلها تبقى زي سيم يونتس ما انساش الموضوع ده. طب هو عايز الانبول بقى انا عندي الانبول واحد آآ واتنين من عشرة ميلي جرام آآ موجودين في طيب الستمائة مايك دول اللي انا لما حاولهم بقى للميلي جرام هقسم على الالف هتبقى ميلي جرام موجودين في اكس ميل. الاكس طبعا هتبقى نص لان دي نص الايه الوان بوينتو. فسهلة برضو رقم تلاتة كونسادر دي فالوينج بتي باريشن ليكويد بارافين ميت ميل هنشوفوا عايز ايه الاول وكزا 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 البروفايدوتر لحد ميتين ميل. هاو ماتش برزيرفاتف طبعا البرزيرفاتف هنا هو آآ سوديوم ميفايل بارا هيدروكسي بانزويت اللي هو بوينت فايف بارسنت موجودين في ميت ميل في آآ موجودين في متين ميل. يبقى الاول هفك دي يعني بوينت فايف جرام موجودين في ميت ميل. تمام? آآ وانا هحضر اصلا متين ميل يبقى هيبقى فيهم كان كده سهل قوي دي. رقم اربعة عندي آآ عندي باودر معين اسمه سي اتش بي مش هتفرق معايا الاسم. ده لا ان هو موجود في آآ يحتوي على آآ زي الام اتش بي خمسة وستين جرام يعني سيه مسلا سابوز ان انا خدت ميت جرام من ده هلاقي فيه خمسة وستين جرام من الام اتش بي آآ خمسة وتلاتين جرام من حاجة تانية اسمها بي اتش بي فهنعمل بقى كريم معين الكريم ده في الاخر مش هيفرق معايا اسم الكريم آآ يحتوي على من ده. تمام? ومحتاج بقى من بعد ما حضرت الكريم ده محتاج اعرف كمية الموجودة في الكريم اللي انا حضرته ده خمسين جرام من الكريم. راح كده? يبقى برضو مسألة سهلة جدا. يبقى انا كل فكرتي ان انا بحضر الكريم بتاعتي يعني ايه? يعني اه من موجودين في مية جرام من او الكريم يعني او بقى كله. كل موجود فيه كزا. تمام? طيب اه انا عايز احضر خمسين جرام مش مية. الخمسين جرام هبقى فيهم اكس جرام من. آآ خمسين هتبقى دي بوينت وان باللوجك كده من. طب ده انا مش عايز ده انا عايز كمية اللي هي موجودة فيه. احنا عايزين من شوية ان انا عندي آآ كل مية جرام فيهم خمسة وستين. يعني سيه مسلا ان انا بعمل آآ لو قسمناهم على هيئة ده ميت بارت لو انا واخد ميت بارت كاملين الميت بارت دول هيبقى فيهم خمسة وستين بارت من الام اتش بي. وخمسة وتلاتين بارت من البي اتش بي. طب انا محتاج بس كمية الايه الام اتش بي. يبقى اضرب التوتال اللي طلع دول في خمسة وستين بارت منها على التوتال بارت اللي هي ميت بارت. يعني بوينت وان في خمسة وستين على مية. ممكن نعملها بالطرفين في وسطين. انا عندي بوينت وان آآ بارت او بوينت وان جرام هيبقوا موجودين في اكس. تمام? لما عندي الميت بارت موجودين في اآ موجود فيهم كان خمسة وستين. خمسة وستين يبقى في خمسة وستين على مية. هي هيها برضو مش تفرق معي. يبقى انا الكمية الكبيرة او الكمية الاصلية اللي انا عايز احضرها في بتاعت المولاكيول ده بالزيت على بتبقى سهلة جدا والموضوع مفهوش مشاكل. آآ كده رقم آآ دي رقم اربعة رقم خمسة اه من الاتروبين وليمن وووتر لحد آآ خمسة ملي وعمل مية ملي فاخد بالك. يبقى انا دلوقتي عندي فورمالة من الاتروبين موجودين في خمسة ملي وانا هعمل مية مل تمام? يبقى هيبقى فيهم كام ملي جرام? ناخد بالنا ملحاتة دي عشر مان وعشر. ستة آآ ملي جرام. آآ بقى نفس الفكرة اللي احنا قلناها تقريبا في اول مسألة يعني. يبقى انا عندي دلوقتي ستة ملي جرام. الستة ملي جرام دول عايز اشوفهم موجودين في قد ايه من الحاجة اللي عندي. طب انا عندي آآ دول موجود في يعني آآ جرام موجودين في مية ميل. صح كده? طب انا مش عايز بوينت سكس جرام ده انا عايز ستة ملي لما اجي اقسمها على الف هلاقيها بوينت او او سكس جرام دي موجودة في اكس ميل اكس ميل هلاقيه واحد ميل سهلة جدا. رقم ستة فورملا ارجوتامين كزا وكافاين كزا وهاردفات كزا. هو محتاج الارجوتامين ترتريت قد ايه عشان احضر الفين وخمسمائة سابوزاتوري. طب من هنا الارجوتامين اتنين ونص موجود في اتنين جرام. يعني كل اتنين ونص ملي جرام موجودين في اتنين جرام بيز او توتل سابوزاتوري يعني. طيب دي تركيبة الوان سابوزاتوري. طب انا محتاج اعمل الفين وخمسمائة سابوزاتوري. الفين وخمسمائة سابوزاتوري. هنضربها في التوتل اللي انا بحطه في الوان سبوزيتوري اللي هي اتنين ونص هتدينا الرقم بتاعي هتديني ستلاف ميتين وخمسين نيلي جرام وهو هنا عايزها بالجرام هنقسم على الف هتبقى سهلة جدا يعني مش محتاجة اي حاجة رقم سبعة يوزس عشان احضر مية كابسولة محتاج اخد خمسة وتلاتين من بيقول لي مية وخمسين الف يبقى انا دلوقتي عندي عايز اعرف كمية انه عندي خمسة وتلاتين جرام من بيحضرولي مية كابسولة يبقى كام من الافدرين هيحضرولي مية وخمسين الف اللي هو كاتبها ده طرفين فوسطين هيتلعلي بالجرام وهو عايزة هنا بالكيلو جرام يبقى عامل ايه? اقسم على الف. بفارملا اوف زينك اوكسايد بيست از كزا. واحد ونص بارت وهكزا. وقت ادي اماونت اوف محتاج الستارش يبقى دي اللي انا اعلم عليها. يبقى انا ادلقتي نفس الفكرة اللي احنا قلناها نفس فكرة انا عندي وان بوينت فايف بارتس من من كزا مركب. وعندي بجيب عشان اجيب كل واحد لوحدة واحد ونص واحد ونص تلاتة وتلاتة او او مفيش مشكلة عندي. هما الاتنين يقول يقول ستة جرام هما الاتنين صح. طب انا محتاج دلوقتي مش محتاج احضر بقى سيكس جرام ده انا محتاج احضر مية جرام. وعايز فقط. يبقى انا عندي عشان اجيبها انا عندي بقى انا بص عليه الواحده. الواحد ونص جرام او واحد ونص بارت هيعملولي اللي هو سكس بارت. لا ده انا محتاج مية جرام. المفروض اخد كم بقى ستارش كم جرام ستارش وهو عايزها بالجرام خلاص. او ممكن اه باللوجيك زي ما احنا قلنا من شوية الكنية الكبيرة اللي انا هحضرها اللي هي مية جرام اضربها في بتاع الحاجة اللي انا عايزها اللي هي هنا واحد ونص على اللي هي سكس. تمام? بخطوة سهلة جدا بسيطة. اه نفس الفكرة برضو اللي فوق انا محتاج ولكن اخد دال ان هو مديني هنا اه واحد وربع كيلو جرام فلازم احولها للجرام. دي اكوى للجرام. انما هنا بالكيلو جرام فلازم احول بقى وعود عن الاسبرين. برضو نفس الفكرة هنا محتاج التالك باودر اتناشر جرام وهنا خمسين جرام اوف باودر. يبقى اتناشر بارت من التالك ده او اتناشر جرام موجود فيه تمنتاشر جرام من التوتل. يبقى كام عشان احضر الخمسين جرام ونفس الفكرة برضو دي ولكن هتبقى معكوسة. هو مديني كمية بتاعتي عشان كان من خمسمائة وخمسين بيز واكس. يبقى عشان احضر خمسة وعشرين بارت اللي هو خمسة وعشرين جرام. فانا عندي خمسمائة وخمسين جرام. المفروض دول هيساعدوني ان انا حضر قد ايه من. وطرفين في وسطين واخد بالي ان هو عايزها بالكي جي. نشوف بقى رقم اتناشر كبيرة شوية. محتاج تحضر خمسة لتر من الكلامين لوشن. وز اكسترا وز اكسترا يعني بلاس. 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 وينتو فايف بورسنت. ويت بير محتاجها عشان تحضر دي. ولكن خد بالك ان الكلامين العادي جدا ده مش اكسترا ولا حاجة. بيبقى في بوينت فايف. وانا عايز احط اكسترا بوينت فايف. يبقى بوينت فايف و بوينت فايف. اللي هي وان بيرسنت. يبقى التوتال عندي من الفينول هيبقى وان بيرسنت. تمام? واللي كفاية فينول بيحتوي على فينول فقط تمانين في المية في ووتر. والدينست بتاعتي كذا. يبقى اه كل الفكرة دلوقتي ان انا عايز احضر كلامين لوشن بسبيسافيك اه كاراكتر معينة اللي انا هحط عليه من الفينول دون عشان يبتدي يزود الحاجات بتاع الحصصية والحكة اه في الفينول ده. ولكن بيقول ان الكلامين العادي في بوينت فايف برسنت من اللي كوفاية فينول. واللي كوفاية فينول لوحده بيبقى فيه تمانين في المية ويت برويت من الفينول. فهو عايز بقى كمية الفينول الموجودة. يبقى انا عندي دلوقتي انا محتاج احضر زيادة على العادي التاعي. العادي التاعي كان ممكن احسب العادي لوحده وبعد كده احسب الزيادة ولكن اجمعهم على طول انا محتاج اه بوينت فايف زيادة على البوينت فايف الاصليين يبقى انا محتاج واحد في المية من الفينول واحد في المية ويت بير فوليم يعني واحد جرام من الفينول لكل قد ايه ميت ميل. طب انا عايز احضر كامده انا عايز احضر خمسة لتر اللي هي خمس تلاف ميل هيبقى فيهم اكس جرام من الفينول يبقى الكمية كلها هتبقى خمسين جرام. ولكن هو عايز الفوليم خمسين جرام فينول ده اللي محتاجه في كل التركيبة. وهو مديني اكويشن اهو بيقول لي ان كل فيه تمانين في المية يعني تمانين جرام من الفينول لكل مية جرام من اللي كوفايد فينول طب انا محتاج خمسين جرام من الفينول في التركيبة بتاعتي هتبقى موجودة في كام اللي اللي هو اللي كود بقى. طيب انا دلوقتي هجيب الكمية اللي انا هاخدها بالجرام من اللي كوفايد فينول ده. الكمية اللي هتطلع لي هنا خمسين في مية على تمانين هتطلع تعريبا حاجة وستين. اه هتطلع الرقم يعني الاكس بالجرام ده هيطلع لي اكس بالجرام من اللي كوفايد فينول. ولكن هو بيقول لي هاو ماتش فوليوم. محتاج الفوليوم اللي انا هاجب. بالدينستي بقى سهلة. ماس على فوليوم اقدر عندي الماس اللي انا جبتها هتطلعتلي من هنا اللي هي الاكس دي. والدينستي قادر اجيب الفوليوم بسهولة. طيب رقم تلاتاشر الموجودة قدامنا دي. كزا كزا كزا. بنفس الفكرة. ان انا ااخد تلتمية ميلي جرام من وحاطتهم في عشرة ميلي. ولكن انا عايز اعمل متين ميلي. يبقى برضو باللوجيك نفس الفكرة اللي احنا قلناها. طيب انا عندي الحباية هتطلع لي بقى التوتل اللي انا محتاجه من اللي هي اه تلتمية ميلي جرام في عشرة يعني كان في متين ميلي. الاتون في ستة التين في تلاتة بستة يعني ستلاف ميل على تلتمية اه ميلي جرام هتطلع لي عشرين تابلت سهلة برضو. الرقم اربعة وشر في الكودين آآ بيحتوي على خمسة ميلي جرام بر خمسة ميل. ها وميني ريكوارد عشان احضر خمسمية سهلة. خمسة ميلي جرام في خمسة ميلة هتحضر خمسمية فيهم اكس. يبقى انا عندي رقم آآ خمستاشر عندي اتنين وستين ميل من الكودين فوسفيت. التركيز بتاعه السترانف بتاعي خمسين ميلي جرام لكل بير خمسة ميل. لكل خمسة ميل يعني كودين فوسفيت من الخمسة واشفين. يبقى انا عندي كمية معينة اللي هي اتنين وستين ميل بالسترانف ده. وعندي آآ محتاجة حضر ميت ميل ميكتشر آآ من الفلاني ده. اعرف بقى انا محتاج قد ايه? يبقى انا دلوقتي عندي اتنين وستين ميلة من اللي ميلي جرام لكل خمسة ميلة. يبقى انا عندي اشرين ميلي جرام لكل خمسة ميلي. طب الستين ميلة كلهم دول هيبقى فيهم كام ميل لجرام? يبقى في عشرين. اتنين وستين هنا انا اسف. اتنين وستين تعالوا نعملها. اتنين وستين في عشرين على خمسة هتديني ميتين اربعة وتمانين ميلي جرام. تمام? اه طيب عندي ده او التاني هحسبه اللي هو ميت ميل هيبقى فيهم كام ميلي جرام لما الخمسة وعشرين ميلي جرام موجودين في خمسة ميلي برضو طرفين فوسطين هيديني خمسمية ميل. وده اللي انا عايز اوصل له. طيب انا عايز اوصل لده. ده اللي عايز اوصل له او احضره. وانا اللي عندي موجود متين تمانية واربعين. اضيف بقى اطرح الاتنين من بعض هيطلع لكي الكمية اللي انت عايز تضفها. برضو آآ سؤال سهل او مسألة سهلة جدا. برضو كده خلص برضو من الحاجات السهلة جدا. مش محتاجين نضيع فيها وقت اكتر من كده. رقم خمسة بقى بيتكلم عن وقلنا لما ناخد آآ نعمل وزن او آآ ونعمل يعني ماس او لأي حاجة لازم ابتدي ااخد المقارب او اقرب رقم له هزا الوزن اللي انا مسلا سينا انا هاخد عشرين ميل. فاخد عشرين ماكسموم ااخد خمسة وعشرين. كل ما زودت بتاع السيلنبر او اللي انا هايز بيه آآ زودت طيب انا عندي فيه حاجة اسمها بتاعة التست او بتاعة الارور ببساطة خالص القانون اللي احنا هنحفظه قانون السLinkاها ويض في العلمية يبقى الكمية اللي انا هزنه la amount اللي انا هزنه تمام? وزن الكمية اللي انا خدتها في بتاعي عشان اجيب بتاع مسلا او بتاع دي واضرب كل ده اه واقسم اسف كل ده على مية عشان اقدر اجيب طيب من نفس القانون ده بجيب اهي بقسمها على وزن الاماونت اللي انا باخدها وزنتها طلت قد ايه وبضرب ده عشان الارور بيبقى يعني فلازم اضربه في مية تمام كده? يبقى دول القانون واحد نحفظه من الاتنين وانطلع التاني منه هو قانون واحد وبحب اطلع الحاجات التانية منها طب هنا بيقول لي البرسنتج اف ارور انوينج ربعمية ميلي جرام من البروسيتامول يبقى انا محتاج البرسنتج اف ارور والسنستيفي بتاعتي كزا يبقى السنستيفي على الاماونت اللي انا وزنتها واضرب ده كله في مية يعني اتناشر ونص واخد بالي اتناشر ونص ميلي جرام على ربعمية ميلي جرام يعني لو في حاجة منها بالجرام هبتدي يحولها واضرب في مية هتطلع لي الرقم برضو نفس الكلام آآ بتاعتك حداشر ونص خمسة في المية طب الايه ان انت تقدر تبتدي تعمل لها وزن سهلة برضو من نفس القانون آآ ستين ميلي جرام آآ وزناها ميدياني خمستاشر في المية ارور على ستين على خمستاشر اللي هي اللي احنا قلناها آآ في خمستاشر على المية تمام؟ البرسنتج اف ارور خمسة وعشرين وزنت الخمسة وعشرين والسنستيفي خمسة يبقى خمسة على خمسة وعشرين في مية آآ لو عندي خمسين ميلي جرام من التابلت آآ طيب لما يكون عندي ده دي رقم خمسة هي يبقى عندي قانون سهل قوي السنستيفي بيساوي الوزن اللي انا هاوزن عليه على السكيل دفلكشن لان السنستيفي دي هي الوزن اللي هيسبب لي طيب نيجي نحلها بقى هنا دي رقم آآ ستة دي رقم خمسة الويد بتاعي خمسين ميلي جرام اهو خمسين ميلي جرام يبقى خمسين على اللي هو آآ يبقى خمسين على خمسة فيها العشرة يبقى هنا بتاعتها هتبقى عشرة ميلي جرام وهو ده اللي هو محتاجه لو كزا بتاعتي موجودة والأرور موجود اقدر اجيب الكمية اللي انا اصغر كمية اقدر اوزنها آآ طيب هنا السبع من خمسمية ميلي جرام آآ تابلت آآ يعني خمسمية والسنستيفي بتاعتي اتناشر ونص عادر اجيب على الاماونت في مية سهلة جدا وانا عندي خمسة في المية ارور ايه برضو الكمية اللي انا اقدر اوزنها المسائل كلها شبه بعض يعني فهو قانون واحد اللي حفظناه والقانون التاني بتاع السكيل آآ ديفليكشن يعني عدد الويت اللي هيسبب لي هي دي تمثلي السنستيفيتي فالكمية اللي انا وزنتها على النبر اوزنها اقدر اجيب منها السنستيفيتي بس والقانون الاول اللي احنا قلناه اللي هو واحد داع منهم برسنتاج اوف ايرور مثلا هيساوي على الاماونت اللي انا وزنتها في مية واجيب منه التلات لو مديني اتنين اقدر اجيب التالت وهكزا وانا هيس هاخد لاتنين ميل فلازم اخد اقرب حاجة ليها يبقى هنا تمام? لازم اخد اقرب حاجة ليها طب لو ما كانش في اتنين مسلا وفي اتنين ونصة او تلاتة او خمسة اقرب حاجة يبقى اخد الخمسة يبقى عرب ميجر ليها عادة رئيس عشان اقلل نسبة الارور وانا باوزن خمسة جرام من السلسلك لما السنستيفيتي بتاعتي عشرة ميلي جرام اخد بالي بس هنا ان دي خمسة جرام ودي عشرة ميلي جرام فانا عايز البرسنتاج اوف ايرر اا قلنا اللي هي بيساوي السنستيفيتي بتاعتي عشرة ميلي جرام على طول يبقى انا اسيب العشرة ميلي زي ما هي والخمسة دي احولها ليه الميلي جرام يعني اضرب في الف وده كله هيتضرب في مية هيتلع لي الرقم بتاعي اكشوالي كده خلصنا شابتر اا فور كمان وشابتر فايف هناخد بقى شابتر سيكس اللي هو الدي اليوشن افليكويد فورميليشن اا وناخد سيفن بالمرة على طول برضو دي اليوشن ولكن فول اا للسوليد او السيمي سوليد فورميليشن وطبعا كل الكلام ده كنا تكلمنا عليه قبل كده فهنقوله برضو سريعا ونقول ايه اللي هيفدنا واللي عايز بقى حاجة زيادة يدخل على المحاضرة بتاعة الدي اليوشن خلاص